مكاسب مكاسب الكرة المصرية بالجملة من وجهة نظري مكاسب الكرة المصرية بالجملة تأجيل يوم انك تلعب يوم 25 وتلعب يوم 29 ما كناش متوقعين ده تماما اليوم يفرق مع المنتخب بشكل كبير انت هتلعب 25 وحتلعب 29 يعني عندك اربع تيام كل حاجة كل حاجة مسخرة لخدمة المنتخب الوطني كيروش كيروش اقمر تحت امرك تعليمات اقمر تحت امرك تعليمات ومش عايز حد يطلع يعني يجتهد كده وايه قس كيروش على خلاف مع جمال علام قس كيروش واق مع حازمام وبركات قس كيروش يعني ارحمونا بقى يعني العلاقة اللي احنا شفناها على الشاشات وفي الاجتماعات هي علاقة رائعة والكواليستون ان هي علاقة رائعة الدعم اللي شافه كيروش والمنتخب مش فحلته الفنية جيدة ثم وصل بعد كده لحالة رائعة دعم يخليه هو شخصيا يبقى عارف ان الدنيا كلها في ظهره سواء الجمهور سواء الاعلام سواء اتحاد الكورة والان ربطة الاندية المحترفة اللي بترفع شعار وبتطلع النهاردة بيان تحت امر المنتخب الوطني وبيأجله اللقاءات وبيقولوا ان الاولوية لكيروش الشارع القروي والاعلامي والرياضي كله مصخر حتى يوم 25 كله لمصلحة المنتخب الوطني للوصول لكأس العالم انا ابا احمد دياب رئيس ربطة الاندية المحترفة سياتناب سيال خير مخبارك يعمل ايه كله كويس كله زي الفل الحمد لله ربطة اخباري حلو البيان الحمد لله والله كبتنسيف زي ما حقاك قلت وحد دحية حضرتك حقيقة كل الدعم اللي عابتنا الرجالة والجهاز الفني للمنتخب الوطني والحقيقة دعم جاي من الاعلام الرياضي زي ما حقاك قلت والحقاك دايما بتعملوه وكل سادة الاعلاميين وجاي من كل مؤسسات الدولة المصرية وجاي من الاتحاد الكورة وجاي من ربطة كل الناس على قلب رجل واحد واصقين في لعبتنا الرجالة اللي صغفونا في الطرس الامام واصقين في جهازنا الفني ووراهم لحد ان شاء الله ما يتحقق الحلم يا رب ان شاء الله اجلتوا الاسبوع يعني بدرتوا الاسبوع هو الحقيقة كان الاجتماع اللي عمله الجهاز الفني المنتخب الوطني مع الاتحاد وكان طلبه ان يبقى فيه مباريات الجولة التلاتاشر تتلعب للاندية اللي مش مشاركة في النطولات الافريقية وكان دي يعني حددنا الايام مع بعض وحصل التواصل بيننا وبالاتحاد الكورة والتنسيط اللي هو الموجود دائم وبالتالي تقدمت الجولة التلاتاشر هتتلعب ايام خمستاشر وستاشر وسبعتاشر تمام ده يعني اللي هي المباريات بتاعت الاسبوع ده هي المباريات الوحيدة اللي هتتأجل بدل يومية هتبقى ايه؟ بدل ما كانت بعد التوقف بتاع الاجندة بقت ايام خمستاشر وستاشر وسبعتاشر تقدمت اه اتبادارت يعني اه تبادارت للاندية اللي مش مشاركة في البطولات الافريقية تمام لان حاج عارف احنا عندنا اربع اندية مشاركين في البطولات الافريقية بالالي والزمالك والمصري والمصري فالعيبتهم هتبقى بتلعب في الازلدة لكن هو كان اكيد رؤية الجهاز الثاني ابو عاوز يشوف في لعيبة ثانية اللي في الاندية اللي ما بتشاركش في فترات الافريقية فأكيد التقديم ده جاء عشان كده وده اللي احنا عملناه عشان ان شاء الله كل اللي عادتنا تكون جاهز له ويبقى عنده الرؤية الفنية اللي يقدر ينفذها الجاهز الفنية ان شاء الله استاد القاهرة خلاص اللقاء استاد القاهرة زي ما حقاك قلت لسه ما كنت انتبع حقاك بتقول لي هو مرعب فان شاء الله يكون مرعب بإذن الله لكل المنتخبات ويكون خير على المنتخب الوطني ان شاء الله هو معنى كان المنتخب حيبتدي 18 معسكره لا مش عارف الحقيقة لسه بقى هو مستر كروش هيعلم اكيد موعيده احنا كان بس بالنسبة لنا جي رغبطه في الدوري وعملناها شايف لك صور بقالك فترة مع الاندية الجماهرية او اكتر من نادي في الدوري الممتاز بما يخص الحقوق والرعاية وبتشوف طلبات الناس ايه ويعني واضح ان دي سياسة برضو رائعة يعني الحمد لله كابتن سيف هي زي ما احنا قلنا هي مسؤولية من اول يوم الغرفة تكونت فيها قدام الاندية سواء الجماهرية او في الجماهرية بس اكيد الجماهرية هي اللي تبقى محتاجة التواجد اكتر وان احنا تكون متواجد معهم في كل طلباتهم لان هم عندهم يعني بيتواجههم تحديات كبيرة الحقيقة واحنا كربطة من اول يوم واخدين العهد ده على نفسنا هم كمدينه وان شاء الله تكون خطوات تمشي للي فيها مصلحة الاندية ومصلحة الكورة بإذن الله وحابب والله كابتن سيف برضو اشكر وواجه شكر الحقيقة المجلس بات الاتحاد الكورة والادارة التنفيذية الاتحاد الكورة لان النهاردة برضو كان خبر تأجيل المباراة من 28 ل29 واستجابة الكاف ليهم ده كان خبر كويس جدا ومفيد لمنتخبنا برضو والحقيقة هم عاملين شغل كويس في الفترة اللي فاتت سواء خلال بطلط للأمامو ورفع لقوبة عن كراش النهاري قبل يدير المباراة بتاعت السنغال من ملعب فالحقيقة حابب واجه لهم كل الشكر والتحية بصراحة صح انا كمان عايز اقولك ان انا يعني حابب اوجه لكم الشكر بالاهتمام بشكل كبير جدا من الاندية الجماهرية وشفت صورك مع النادي الاسماعيلي واندية كتير جدا وده شيء الحقيقة ظاهرة رائع جدا تستهلوا عليها كل التحية وكل الشكر ولكن يعني عايز اقول كمان ان انتوا محتاجين توجهوا كل الشكر او احنا كمان نوجه كل شكر لانه واضح ان في الناس مش مستوعبة الفكرة شوية يعني وجود سيرامينكا وجود فاركو وجود بيراميدز وجود فيوتشر السنادي مع فاركو البنك الاهلي الاندية الاستثمارية اللي قدرت ان هي تعمل فروقات كبيرة جدا في الدوري الممتاز وقدرت تعمل استثمارات كبيرة وقدرت تعمل اداء رائع وقدرت تعمل قوة كبيرة جدا في تسويق الدوري المصري ولازم نشجع الاندية ان هي تعمل كده وما نخوفهاش ونزود عدد الاندية دي ده مليون في المية وهو ده الحل الوحيد الكرة صنعها كابتن سيف وفي كل حتة في العالم الكرة صنعها وحل زي ما انا بقول دايما ان حل الاندية الجمهورية انها تبص وتعمل شركات وده الاستثمار يكون مفتوح في الكرة لان هو ده اللي هيضمن استمرارية الاندية دي وهيقدر يوجد لها موارد جديدة تقدر تصرف وتعمل صفقات وفي الاخر تمتع جمهورها وده حقيقة اللي موجود في كل العالم الحقيقة وده توجه حقيقة ونشكر عليه كل المؤسسات لانه هو فعلا هو فتح باب الاستثمار في الكرة هو اللي هيخلينا نقدر نتقدم بها خطوات وخطوات وشوفنا ده وعاوز نضيف على حاجة برضه مما يقولين العرب استثماري وامبي والمقصة وكلهم الحقيقة ان ده اضافت للدوري وطلعت لعيبة واخذت جدا 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 ومش عايز الاندية تتقلق وتخاف وعايز الاندية دي تبقى عارفة ان هي اضافت بشكل كبير جدا للكرة المصرية لان ده استثمار كبير الاندية اخذته على نفسها وكل خطوة الكرة المصرية بتاخدها السفات حباب استثمار وصنعها جديدة ده المصلحة الكرة ومصلحة المنتخبات وهو ده اكيد الهدف ان شاء الله اللي يطلع بينا ويحطنا في الحتة لتستحقها الكرة المصرية طبعا ماتش مصر والسنغال ان شاء الله يبقى بسادة قهيرة لو حبيت تروح كلمنا بعتلك تذكار هكلمة بقى نروح مع بعض ان شاء الله يا رب بإذن الله يتحقق حزب السعود كليون تذكارتين بقى كبير ان شاء الله عارف مين هيكلم مين ربنا مساعد بشكرك يا سياد النايب بشكرك شكرا جزيلا سياد النايب أحمد دياب رئيس ربط الاندية المحترفة بوجي الحقيقة شكر كبير جدا لربط الاندية عاملة مجهود كبير جدا وعايز اقول الاندية اللي دخلت والسمرت جمد قلبكم ما تخافوش بنجلوكم كل الشكر كل التحية منظومات رائعة جدا منظومات كبيرة نتمنى ان شاء الله بإذن الله التوفيق ليهم كلهم وكل سنة ان شاء الله بإذن الله يبقى عندنا كيان جديد داخل مع طبعا الاندية الجماهرية انها توقف عرجليها